اللي عايز يحجز كشف ضروري يا جماعة ما احنا قاعدين مع بعض انت دلوقتي كأنك قاعد معي في العيادة صح ما هو الكشف اونلاين كده كأنك قاعد معي اهو ما احنا قاعدين مع بعض اهو يعني كأن انا على كرسي وانت على كرسي فاللي مش عايز يكشب بالانترنت هو معتقد ايه احنا الكشف بتاعنا مش حنيمك على السرير يعني انت لما حتجيلي العيادة برضو انا هبقاعد على الكرسي وانت قاعد على كرسي قدامي وحكشف عليك بنفس الطريقة اللي هو قوم امشي اتني ركبتك ارفع ركبتك وانت واقف امشي على تراتيب صابعك امشي على كعب رجليك اوز ظهرك هو ده الكشف بتاعنا انتو معتقدين ان الكشف السريري على السرير ده دي عقيدة غريبة الكشف السريري احنا الطب لما ترجم بالعربي بقى مشكلة شوية للأسف ان مصطلحاته في الاساس انجليزية هو طبعا الطب بالاساس عربي وهم نقلوا عننا الطب لكن المصطلحات بقيت بالانجليزي فما لما بقينا نترجمها في الدول اللي بتستخدم الطب بالعربي اصبح المرضى مشوشين تماما الفحص السريري مش ع السرير ممكن الفحص السريري يبقى بالماشي ممكن الفحص السريري يبقى يعني يبقى وانت يجالس ممكن اي حاجة لكن لكن علشان نطلع المعتقدات القديمة من دماغ الناس ونحط معتقدات صحيحة ده سياخد غالبا بقى في وطننا عشرين تلاتين سنة بقى انا كنت فاكر انه سياخد سنتين تلاتة لكن واضح ان الموضوع اكبر من شخص الواحد يعني فاللي عايز يجي العيادة يستنى ما نعلن عن اليوم بتاع العيادة فيه يوم بنعمله في العيادة للناس اللي هما بيدعوا انا بقول ان هما بيدعوا ان هما مش عارفين يكشفوا اونلاين لان حتى لو حضرتك ما بتعرفش تستخدم الانترنت عندك حفيدك بيعرف يستخدم الانترنت اخوك بيعرف يستخدم الانترنت جارك بيعرف يستخدم الانترنت وانت كمان بتستخدم الانترنت عمال تبعت على الواطس ليل نهار وتقعد على الفيسبوك ليل نهار فاللي بيدعي ان هو مش عارف في يكشف اونلاين هو بيدعي طبعا هو معتقد ان هو لما يجي العيادة حيستفيد اكتر لكن برحته فحتى الناس دول لهم الاحترام وحيبقى عندنا بس احنا بقى معظم الناس متقبلة فكرة الونلاين يعني لو احنا كل شهر او كل اسبوع مثلا عندنا اللي بيكشفوا اونلاين مثلا مية وعشرين واحد وعندنا مثلا عشرين واحد بيدعوا ان هم مش عارفين يكشفوا اونلاين بنفتح العيادة مرة مثلا كل اسبوع او عشر تيام علشان العشرين واحد اللي بيدعوا ان هم مش قادرين يكشفوا اونلاين وبنحترم الجميع يعيب بس استنى ما نعلن عن اليوم ده لان معظم الناس بتكشف اونلاين مش معظم الناس عايزين يجوا العيادة الحمد لله ده فضل من ربنا طبعا فلما يبقى عدد كبير بقى حييجي العيادة عشرين تلاتين واحد نفتح العيادة علشان اللي مش عارف يكشف اونلاين